يعطيكم العافي شرد كله مبسوطين ومرتحين 300 سي بي مجانا كيف بتحصل على 300 سي بي فيه تشالنج صغيرة في مهمات بتعملهم تحصل على 300 سي بي من كود اكيد كتير مهمين يعني اذا واحد معه شوية سي بي معها 300 بيشتري السيزن باس بلاش كيف بتحصل على 300 سي بي مجانا ما بتعوز لا احد يهديكيهن ولا حتى احد يساعدك فيهن انت بتحصلن في هوني بندل بتفوت عليها المشن بتضغط اكس في نوعين سي بي لحطي تحصل عليهم اول شي اذا بتشتري هيدا البندل ب 2400 بتحصل على 200 مجانا اول ما تشتريهن احنا لا ما بدنا اكيد بدنا نحصل عليهم مجانا ننزع على خيار التحتاني المكتوب اوبجكتف اوبجكتف اس تحت في عندنا واحد اثنان تلاتة واربعة لنبلش باول واحد اول واحد بيقول لك يوز دي اكس اون فور او اي كاي يعني استعمل اكس اون فور او الاي كاي اربعة وسبعين يو اقتل خمسين شخص بالوارزون او بالميلتي بلاير بتحصل على 1500 اكس بي و 100 سي بي اكيد هيدا المشنات لمدة جمعة تقريبا مش اكتر من جمعة لازم تعملهم لتحصل على 300 سي بي وما فيك تعملهم الا ما انا اشرح لكي هون وحدة بوحدة هن سهلين كتير خليك معي لاخر المقطع فاذا اول شيء لنا 1500 اكس بي و 100 سي بي لما تستعمل اكس اون فور والاي كاي اربعة وسبعين تحصل على اليوم نرجع على تاني اوبجكتف كمان في عندك اه هيدا دايلي تشالنج يعني هول الكل يوم بيكون في عندك مشنات فيك تعملهم بالوارزون بالميلتي بلاير حيالي اوبجكتف بتكون برا برا يعني هول الابجكتف اللي بتحصل عليهم هون بيكونوا برا يعني دايلي تشالنج كل يوم تشالنج هولي اللي بيجو على البلاي هه هولي دايلي تشالنج متما تشايفين على اليمين 13 ساعة و 33 دي الا حتى ينتهوا هولي عندي 3 تشالنجات وحدة منن اذا بتخلصهم بتخلص بتكون خلصت الميشن هنرجع نرجع نرجع لهون على الابجكتف رقم اثنان فاذا متحصل علي 2000 اكس بي هيدا لازم تعملها لها تروع على الابجكتف التالتي اوبجكتف التالتي كمان بيقلك استعمل قنابل او حيالي شي متفجرات لتقتل 15 واحد بمود الزومبي او بالملتبلاير بتاخد 2500 اكس بي وبتاخد هيدا اسمه جوتن تاج هيدا الابجكتف لازم تسويها لازم تخلص عليك يعني اقتل خمسة بالملتبلاير بتحصل على 3000 اكس بي و 200 سي بي يعني اخر اخر خيار اخر اوبجكتف بتحصل على 200 سي بي واول خيار بتحصل على 100 سي بي جمعهم 300 سي بي تشالنج سهل كتير يعني بتخلصهم بيوم واحد بتخلص الديلي تشالنج وبتخلص هولي بتحصل على 300 سي بي متروحون عليكم كتير مهمين انا هلأ حبلش فيهم ويعطيكم الف عافية بشوفكم ان شاء الله بمقطع تاني اشتركوا في القناة